والعلماء وجدوا أن العبادات من باب التفصيل إما أن تكون بدنية وإما أن تكون مالية وإما أن تكون قولية وإما أن تكون قلبية فالقلب يعبد الله عز وجل بعبادات منها الإخلاص والخوف والرهبة والخشية والإنابة والحياء عبادات قلبية قلب يقوم بعبادة عظيمة والحب في الله والبغض في الله هذه عبادة قلبية يجب أن تكون لله وحده وفي عبادات بدنية يكون إنسان ببدنه كالركوع والسجود والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدين والسلام والخطأ للمساجد والطواب بالبيت والسعي بين الصفة المروة والجهاد في سبيل الله والسعي لأرام المساكين عبادات يقوم بها العبد ويش بماذا ببدنه وفي عبادات يقوم بها بلسان عبادات قولية وهذه كثيرة وعظيمة كشهادة اللا إله لله وأنه الحمد رسول الله كالذكر التسبيح التهليل التحميد التكبير كالحوقل إن لا حول القوة إلا بالله كالاسترجاع إن لله وإن له راجعون كالأمر بالمعروف النيع المنكر النصيحة الخطب المواعظ الكلمة الطيبة صدقة البر بالكلام الإحسان بالكلام هذه عبادات قراءة القرآن ولا ننسى قراءة القرآن والاستغفار والذكر بل أعظم عبادات اللسان القولية قراءة القرآن ثم الذكر ثم الدعاء والاستغفار عبادات عظيمة يتقرب العبد بلسانه لله عز وجل بقية ماذا عبادات مالة ماذا مالية أيضا هذه عبادات عظيمة أعظمها أجلها الذبح والنحر بالمال هذا صح ومنها الزكاة ركم اركان الإسلام ومنها الصدقات ومنها النفقات الواجبة على الزوجة والزوجات والأولاد البنين والبنات ومنها صلة الرحم بالمال ومنها بر الوالدين بالمال فالصدقات المالية كثيرة الوقف الهدية العطية كلها عبادات مالية